طيب ايش كنت بقول ايو ان شاء الله حتكون المراجعة يعني انتم حتشوف الحاجات المهمة سواء للامسيكيوز او وحتكون ميلة للامسيكيوز لان انتم ما حتكتبروا اسكي بس برضو حتى يعني لو قدام جاتكم يعني اسي جي ريدين حيكون ان شاء الله اهم حاجة اهم حاجة يعني انا ما رح اتفل بالديتيلز الاي سي جي بابر والليتس والحاجات هذي بس كلمتين لانه هذي السلايد مره مهمة لما بنقرأ الاي سي جي يعني حتسهل عليكم حاجات كثيرة خاصة في الانتربل لبنتكلم عنها خاصة في الهارت بلوك عشان اعرف اذا في برالونج بي ار انتربل او نات اشوف الاي سي جي بابر اذا هذا one large box الone large box هذا point two seconds او 20 تمام point two seconds هذا ابغاكم تبتكروا مرة ما تنسوه هذي يعني هي اساسة انك تقرأ الاي سي جي احنا عندنا الhorizontal line time بيكون يعني by second وهذا جزء من الثاني فلما نقول one large box it's equal to point two seconds تمام هذي بغاكم تبتكروا هي اهم حاجة في هذا السلايد الvertical is not important يعني ما هم مهم مره اهم حاجة تبتكروا انه لما اقول انه one large box فهذا equal to point two seconds تمام طيب او 20 هي نفس الشي point two is the same as 20 بعد كده هتوضح هذي يعني ليش مهم هذي المعلومة الحاجة الثانية طبعا اللي كلكم عادقينها انه عندنا ECG leads اللي هي 12 leads عندنا chest leads أو pre-cordial leads اللي هي V1 through V6 وعندنا Limp Leads اللي هي 1, 2, 3 وعندنا AVR, AVL, AVF هذي نسميها بعض الحيان augmented limp leads lead one, lead two, lead three ميزتها او الحاجة اللي بتخليهم يسموها bipolar انها record the action potential between two points يعني ما بين واحد واثنين وما بين اثنين وثلاثة وما بين واحد وثلاثة عشان كده سموها bipolar برضو هذي المعلومة ما هي مهمة بس هم شي انكم تكونوا عارفين ECG leads طيب نبدأ في الحاجات المهمة اول ما تيجي تقرأ ECG يعني حتى في MCQs يعني اوكي انا اول ما حطيتها قلت لكم عشان الاسكي فكان لازم تمشي بهذا الابروج لو كان اسكي لازم تمشي بهذا الابروج لما تقرأ ECG عشان كل حاجة من هذي عليها درجة بس انا داعميا لما بقرأ ECG بقامشي بهذا الترتيب you will not miss anything يعني ما ينفع انه على طول نروح للأبنورماليتي حتى لو كانت واضحة برضو نمشي بهذا الابروج عشان لو ما كانت واضحة الأبنورماليتي حتى تبان معانا أتليست بالفرس تري ستيبس اللي حنتكلم عنه وأول حاجة كيف أحسب الرات بال ECG وقلتها لكم قبل كده انا شرحتها لكم على الرجولار قبل كده 300 وأقسمها على عدد البيك سكوير ما بين التو QRS فرحين حنشوف كيف نحسبها يعني شوف الQRS والQRS التاني كمل كمل فلو كانت مثلا 2 2.5 تصير 300 على 2.5 حتى يجي 150 أو 300 على 2 حتى يجي 150 فإذا كانت 3 حتى تكون الهارت حيكون 100 فهذي الستيب when you practice it حتصير very easy وvery quick ما حتواجه فيها أي مشكلة يعني حتى لو كنت بأسكو بتحتاج بسرعة تبرا حتصير متعود على هذي الشغلة وبسرعة بطلع الريت في الاختبار طبعا عندك وقتك يعني برضو أنت مستعجل بس مهمة هذي النقطة لأنه لما يكون الريت تاكي كارديا أو تاكي أبيتميا على طول أنا هنا هفكر في وانسرز مختلفة عن لو كان نورمل أو لو كان برادي كارديا لما يكون زي في بقعد عدد عدد ال دائما في بيعطي كوة كامل بالكامل بحين حتشوفوه لا تحسبوا 30 بيك سكوير أحسب كل تعدها بالكامل في كل يعني تحسب كل وشوف كم يطلع لك الرغم نفترض مثلا طلعت عشرة أضربها في عشرة يطلع للهارت ريت يعني دحين حنشوف حنشوف أمثلة يعني يخدوا هذا المثال دحين هذا في حنتكلم دحين عن الريت فما أبغى لخبتكم خلونا الآن في الهارت ريت طيب نقطع الشيرينج حبي شايفين السلايد شايفين السلايد واضحة؟ تمام هذا اللي أقصده بالستريب هذا السريب كامل بتحسب الكوريس كومبلكس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، داعش، اثنائش، تلتطعش بيصير الريت هنا تلتطعش في عشرة مئة وثلاثين بكل بساطة يعني حيكون تقريبي طبعا بس يعني هذا تاكيكارديا وهذا اللي عادة بيصير في الاتريال فبريلاشن يعني متى أقولي إنه الباشنت هذا أو أمشي مع هذا الأبروج إذا كان إرغولار ريتم إيش معنى كلمة إرغولار ريتم مرة واحدة حنشرح الريتم لأنه second step إني أشوف هل ريجولر ولا إرغولار ريتم كيف أعرض؟ بشوف ما بين each QRS complex والثاني يعني شايفين هنا سواء small or large squares the same بس يعني أسهل دائما مور أكيرت لما نمشي بال بال small squares فهنا 9 هنا 13 هنا 12 It's not equal between each QRS complex the number of small boxes is different هنا على طول أقول إنه هذا irregular طيب لما في الاختبارات كلها اللي تعدي عليكم دائما عمره ما حتى تحتاجوا تعرف معلومة regularly irregular and irregular irregular هذي يعني هذي صح إنهم بس هي It's very easy وشرحتها لكم قبل كده يعني مرة سهلة إنه كيف أعرف إنه متى أقول إنه الpatient هذة عنده irregularly 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 هنا تسعة هنا تلتاش المفروض إنه يكون هنا تسعة بعد كده تلتاش بعد كده تلتاش بعد كده تسعة تلتاش داك الوقت نقول regularly irregularly irregular يعني هي صح إررغولا بس في باتر في باتر معين تسعة تلتاش لكن الإرغولير اوري إرغولار between each QRS complex والثاني بيكون number of small boxes is completely different زيه اللي بيصير في the Atrial Fibrillation Atrial Fibrillation Very, very common ECG سواء في اختبارات المدسين سواء في اختبارات الهيئة في أي اختبار بريكم المفروض هتشوفوه كثير وحتى في الريال لايف هتشوفوه كثير فلاازم إنكم You practice it and it's very easy يوجول الrate أول حاجة تحسب الrate بمجرد ما تشوفوا أن الرhythm irregular تحسبوه بالطريقة اللي قلت لكم هي أحسبوا عدد QRS complex في strip عادةً lead 2 يحطوه تحت كده لو شفتوا ECG قبل كده يحطوه تحت وبيكون كامل مو زي باقي ECG أو lead بتكون بس نص الهذا بيكون كامل strip وهو اللي أحسب منه أحسب كل QRS complex الموجودة بي واضربها بعشرة يطلع للrate بكل بساطة فهذه الطريقة لو كان regular زي ما قلنا دحين حنشوف أمثلة عليها فهذا مثلا normal ECG وحنشوف أمثلة يعني على real ECG بس الآن عشان توضح الصورة عندنا 4 large squares 1, 2, 3, 4 خلاص 300 على 4 75 لو كان 3 حيكون 300 على 3 100 فإتس بري إيزي لو كان regular rhythm كيف عرفت إنه regular rhythm the number of large box between أو small box نفس الشيء ما بين QRS complex is equal متساوي بالظب لو حسبتوه حتلاقوه بالظب فهذا regular rhythm بيكون أي ECG نقراف سواء يعني in real life أو في الأسئلة دائما نعودوا نفسكم أول حاجة تحسب الrate أول حاجة تحسب الrate والrhythm تقول مثلا 75 beats per minute regular rhythm خلاص إنت هنا سويت الفرست إنت هنا يعني سويت حاجة مرة كبيرة دا خرجت وهذا النقطة ترى هذه النقطة مرة مهمة الريدمية عندكم حتصير يعني بري إيزي لو لقيتو تكي كارديا خلاص تبكيري كله يروح للتكي الريدمية اللي حنتكلم عنها ما يحتاج تعركوا كل التكي الريدمية الحاجات اللي حقول لكم بس هي المهمة ف this is very important حتى لو كانت MI very important وحليجي ليش حقول لكم ليش الريت برضو مهم حتى لو كانت suspecting مثلا هي acute bricarditis ولا MI ومحتار إش الديبنوزيز ف it's always very important الريت والريدم هدا الرغولاريتي زي من تشايفين number of small إذا كان واضح l-ECG يعني بس اللي حيختبروا الهيئة حيشوفوا l-ECG المضروب اللي يعطوكم هو يعني الصورة تكون صغيرة كده لازم تتصد وجهك بالشاشة عشان تشوف عن small boxes بس large boxes بتكون واضحة ف هنا يعني واضح إنها ثلاثة يعني الريت تقريبا 100 و equal between each and complex والثاني وبالنظر يعني في حاجة غلط على طول تعرف إنه etrial fibrillation أو يعني irregular rhythm وإذا لقيتو tachycardia والحاجات اللي بحين هتكرها حقس ال-Ephib خلاص هيكون هو ال-Diagnosis وتقريبا ما عندكم شي مهم تعرفوه حاليا قبل الاختبارات بيكون الرhythm فيها irregular غير ال-Ephib هو أهم حاجة يعني ولو شفت الرhythm فكروا QR هذي الر wave اللي طويلة فهم يقولوا الر distance قصدهم اللي هي اللي في QRS complex فالدفرنس بين each QRS complex equidistant وخلاص ينا وقت أقول إنه هذا patient عنده regular rhythm إن شاء الله تكون وضحة هذي two steps very important دائما نمشي بهذا ال-أبروش زي ما قلت ما حتكلم إيش معنى ال-B wave وال-QRS complex والديتيلز هذي حاليا يعني الحاجات المهمة للإختبارات تمام وتفترة اختبارات و هذه الحاجات يعني عمرك ما حتتستفيدوا حاليا منك وحتى يعني تحتاج لهم حاضرة كده والديتيلز بات الفيسيولوجي والفيسيولوجي of ال 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 اكشن potential هذي الثير دائما شوفوا ال-B wave بعد ما خلاص تعرفت ال-Rhythm rate والحاجات هذي في ال-B waves في حاجات كثيرة ما أقولها لكم كلها لأنها أدبانس شوية الحاجات اللي أبغاكم تعرفوها هل في B wave ولا لا هل هذي ال-ECG في B wave ولا لا بس QRS complex T wave هذي النقطة الأولى لو كانت absent B wave على طول تفكروا في atrial fibrillation أو subrebentricular tachycardia اللي حذكرها لكم ضحين بعد الشوية فهذي عشان كده مهم النقطة هذي ولو كان irregular rhythm وما انتم شايفين B waves خلاص this is very easy يعني بمجرد ما شوفوا irregular وما في B waves this is atrial fibrillation ودائما بقولها لكم في محاضرات الكارديو ما تنسوها لا تعتمد على rate في الحاجات خاصة في atrial fibrillation وبنشوف كثير بعض الاحيان يكون normal rate حتى atrial fibrillation لما يكون تكيئ rhythm يسمي rapid apib بعض الاحيان لا بيكون 80 rate وال patient عنده atrial fibrillation وهو abnormality في rhythm مش في rate فلا تعتمدوا عليه كثير اعتمدوا ما في اذا كان ما في b wave واذا كان rhythm regular طيب الحاجة الثانية هل في b wave قبل qrs complex يعني بتشوفوا r wave هل في قبلها b wave ولا لا ليش هذا الشيء مهم عشان complete heart block حين هنجيله اللي هو third degree heart block أو complete heart block لو تكربت بيكون ما في اي association ما بين b wave وال qrs complex الاثنين كل واحد منهم في مكان فلما ما بيكون في b wave قبل qrs complex وال patient عنده bradycardia خلاص this is very easy this is third degree heart block or complete heart block وهذا النقطة الثانية اللي أبغاكم تعرفو فلما تشوفوا b wave دائما بعد ما شفتوا rate شوفوا حتى في اختبار هيا ما بيسألوا فيها يعني الاشخاص اللي أكتر interested cardiology وزي كده بس الآن هذي السؤالين أهم شي تسألو نفسكم هي لما تقلوا l-e-c-g وتتأكد ان يكون في b-wave وفي قبل كل qrs complex فهنا زين انتو شايفين normal b-wave with one b-wave for each qrs complex فهنا خلاص تنقول انو هذي normal normal b-wave normal ECG بالناحية تبلا انو unlike l-novation هذة عندو atrial fibrillation أو complete heart block الحاجة اللي بعد كده this is very important تنعارف انها شوية بتاعبكم بس عشان كده حطيت السلايد الأول لأنها يعني حيسهلها كثير عليكم و براكتس حتصير بري easy ال-BR interval ما عليش مو 0.12 خلينا نقول 0.20 أبغركم تحفظوا الأبر limit هذا قبل شوية قلنا ال-one large box equal to come 0.20 0.20 يعني لو كانت ال-BR interval more than one large box على طول هنا أقول هذي prolong PR interval نفس الشي heart block prolong PR interval هذا اسم هالأول اسمها الثاني heart block ف مجرد ما PR interval تكون prolong هذا patient عنده heart block الميت أقول إنها prolong إذا كانت أكثر من one large يعني هي 5 small boxes اللي هي نفسها one large box وكانت more than that طيب إيش PR interval عشان أعرف من فين أحسب ها PR interval تبدأ من بداية ال-B-Way إلى بداية ال-QRS complex من بداية هذا إلى بداية هذا كده بتكون فال-B-Way included within the PR interval فهنا 0.12 لماذا قال 0.12 لو كانت تكون one two three تقريبا three small boxes وإحنا قلنا إنه small box 0.4 فأربعة بثلاثة باثناش فبرضه هذي برضه ممكن تساعدكم للناس اللي يعني وخلاص يصير يقرأ ECG بصورة يعرف ال-Interval يحسب بـ باي second إنه يعرف إنه small box هذا الصغير 0.4 نضرب بخمسة 0.20 اللي هو large box فما هي مهمة هذي النقطة بس إنه أهم شي عنده تعرف ال-Large box هذا equal to 0.20 يعني خمسة ثانية خمسة ثانية فهذه النقطة برضه مهمة أهم شي تعرف وما يهم أن تعرف ال-Normal range إذا لقيت ال-PR interval more than five small boxes أو one large box يعني هذا على طول heart block أو prolonged PR interval إذن هذا fourth step ليش بأقول لكم هذه الحاجات المهمة لأنه هذه الحاجات بيسألوا فيها خاصة في الكلية على موضوع ال-heart block أسئلة كثيرة وحتشوفوها في MCQ موضوع مرة مهم وبيجيبوها بال-ECG ونفس الشي حتدخلوا الاختبار وحتشوفوا في اللي حيدخلوا اختبار الهي حيشوف بديش مهم ال-PR interval وال-heart block فخلاص أنتم معارفين بمجرد يعني دا شكات كده وأنا دائما بقول لكم كل أسئلة ال-ECG MCQ very easy أول step تسويها تقرى MCQ أول حاجة دائما تقرى MCQ يعني أنت كنك بتغش عليهم وبتضحك عليهم هتقرى MCQ هتعرف عن إيش هتدور في ال-ECG ممكن حتى تمسك كل واحد من الخيارات وتشوف هل ال-ECG هذا ينطبق عليه أم لا مثلا حط لك AFF في الخيارات تشوف هل في ريجولر ريثم أم لا فعشان تستبعدوا فهذه الطريقة يعني أنا كنتم ماشي فيها والوضع ماشي مصبوب فدائما نخلوها في بالكم في MCQ أقروا الخيارات بعد كده أرجعوا لل-ECG وشوفوا إيش الهرجاء غالبا إذا يعني الخيارات ما كانت واضحة طيب هذي ال-QRS ديوريشن هذي صراحة يعني هي كانت موجودة في السورس اللي أختم إنه ما هي مهمة بالنسبة لي مرة تعرف وتحسبوها ال-QRS ديوريشن اللي من بداية ال-QA إلى نهاية ال-QRS يعني هذا اللي هو ال-QRS كومبليكس قد إيش الديوريشن حقبته وهو نورمان يكون من 1 ل3 small بوكس شايفين يعني هنا واحد بس هنا واحد تمام بعض الحين يكون 2 3 أهم شيء ما يزيد عن 3 small بوكس اللي هي هذي من بداية يعني هنا 2 تقريبا من بداية ال-QA إلى نهاية هذا هذا ليش مهم لأنه لما بنشوف التكي كارديا بعض الحين بتكون wide QRS كومبليكس يعني كوم more than .12 بعض الحين تكون narrow complex less than .4 very very narrow تكون فصراحة ما هي مهمة هذي تقدر تعرفوها بال-other features لحين هنشوف أمثلة على كل الأريدمية يعني هذي النقطة بس الأفضل يعني هنا لو حسبناها 2 small احنا قلنا 1 small 0 0 4 4 فهنا حتكون 0 8 0 فهنا قد تكتبه 5 ثقاف لكن هي مهمة لا مهمة لا تفرج معكم كثير في الإجابات نحن الكثير للأمثلة بعد ما ندخلص هذي الأمثلة سنشوف ال-axis لازم تعرفوا ال-axis very سا سا قل لكم على thumb roll أو الطريقة أنك أعرف Right Axis Left Axis Diviation بعد كده حنبدأ اللي هي النقطة اللي أكيد هيسألوكم فيها ال-ST segment elevation, depression وال-MI هذي هم حاجة أنا تركتها في الأخير فخلينا نشوف أمطلة أول شي فهنا عندنا أول حاجة نيجي نحسب ال-rate عندي كم تقريبا three large boxes إحنا دائما يعني نمشي تقريبا خاصة في ال-M-C-Qs ما يحتاج أنه بالضبط ما هيسألك السؤال كم ال-rate تقريبا هذا ال-patient doesn't have tachycardia ليش لأنه هي هذ three large boxes أو أكتر بشوية فحيكون قريب 195-rate يعني it's not tachycardia let's done 100 not tachycardia فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية واضح إنه regular rhythm يعني just by looking regular rhythm ال-B-wave موجودة لكل QRS complex ال-BR interval زي ما أنتم شايفين 0.12 ليش لأنها 1, 2, 3 تقريبا فنفس اللي قبل شوية ما زادت عن one large box واضح مرة لأنها يعني هذا one large box ال-BR interval less than that هذي تعتبر normal QRS زي ما قلت لكم قبل شوية ما هي مهمة مرة بس لأنها just by looking يبقى إذا كان wide QRS complex أو narrow لحين حتشوفوا الأمثلة ف this is normal sinus rhythm لما يكون ECG normal بنقول normal sinus rhythm أو بعض الأحيان يختصروها NSR لو قريتوا NSR مقصود فيها normal sinus rhythm راس هذا يعني لما يكون ECG normal ما ينفع نقول normal ECG لا هذي يحبوه كثير الدكات لما يقول لك أقرأ ECG ويكون normal يبغى تقوله هذي الكلمة كده normal sinus rhythm والرات طبعا تقول لهم مثلا رات 90 beats per minute طيب نجي ندخل في الأردمية هنا very clearly يعني في ECG very easy بعض الأحيان إنك يمكن diagnoze just by looking هذي واضح إنها إيه بردي كاردي شوفوا الدفرنس between each QRS complex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and half فهذا حيطلع very يعني الرات حيكون very decreased 30, 40 فهذا الرات فهذا الرات فهذا الرات لما أشوفه بردي كاردي it's not necessarily heart block عشان كده مهم إنه نيمشي دائما بالحاجات اللي قلت عشان كده مهم إني أمشي systemic يعني لما تمشي systemic وبعض يشوف بردي كاردي على طول يحس بإنها هذي على طول heart block لا هنا لو تلاحظوا regular ليش difference between each QRS complex والتاني متساوي 8 and half 8 تقريبا large boxes طيب بعد كده البي ويب هل في بي ويب لكل QRS complex yes so this is not third degree heart block خلاص يعني أنا هنا بتأكدت إنه ما في heart block third degree لأنه لعادة يسبب بردي كاردي بالشكل هذا هلا البي آر انسر بال برولون لا نفس اللي قبل شوية تقريبا 0.12 second والQRS duration ما هي مهمة زي ما قلنا أهم شي إنه هنا عندي sinus bradycardia هذي بتسميها sinus bradycardia لما يكون ما في أي abnormality إلا أنه الرate decreased فهذي بنسميها sinus bradycardia ولها differential قويل ويعني ما هي مهمة بس هم شي إنه لما أجي أقرى ECG يكون بالشكل هذا sinus bradycardia طيب نشوف الرate الثاني الرate هنا هيكون 130 ليش لأنه تقريبا تقريبا 2 تقريبا 2 large يعني هنا 1 large box هنا يعني تقريبا نقول 2 300 على 2 زي ما قولنا الرate نحسب 300 لما يكون regular 300 على 2 حيكون تقريبا 150 في هذا الرate يعني الرate ما يحتاج إنه أجيب الزبط أهم حاجة بيكون حولينه ما يكون البايت عنده tachycardia فهنا لو حسبناها بالدقة حتيجي 230 الرhythm regular واضح إنه difference between HFURS complex والثاني equal الB-Waves كلها normal موجودة with HFURS complex في B-Wave الBR interval هنا 0.16 ليش لأنه 4 على طول إذا شفتوه 16 معناته 4 small boxes إذا لقيتوها 5 small boxes إذا لقيتوها 0.20 معناها 5 small boxes خلاص بس يعني it's very easy أهم شي إنه ما فيها prolonged ما يحتاج تحسبوها عمره ما حيقول لكم كم هي by second بس مهم إنكم تعرفوا هل هي prolonged ولا لا فهذه sinus tachycardia نفس اللي قبل شوية الباشينت عنده regular rhythm عنده tachycardia بس كل حاجة ثانية في ECG normal فهذه بنسميها sinus tachycardia وهذه برضو لها differential كتير ممكن تصير في acute barycardia tachycardia pulmonary embolism حاجات كتيرة يعني لها differential طيب هذ هنبدأ الآن في الحاجات المهمة هنا أول حاجة شوفوا هذا اللي بأتكلم أنا عنه أول ما تشوف ECG بالشكل هذا يعني هنا ما بين الكوريس ثلاثة هنا اثنين هنا تقريبا ثلاثة AFP على طول this is very clearly irregularly 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 يعني عشان كده بأقول لكم يعني عادة بتكون واضح النقطة هذي يعني انتم تشوفوا دائما lead to بتكون واضح أو strip كامل بيكون واضح irregularity فهنا لو بأحسب الrate كم هيكون 1 2 3 لأنه irregular فلازم أحسب كم QRS complex هنا 4 5 6 7 8 9 10 10 10 100 في هاد الريش تقليبا يعني الريت هيكون 100 هنا الرhythm طبعا irregularly irregularly زي ما قولنا ليش لأنه هنا 4 الـ difference between each complex والتاني هنا ثلاثة هنا اثنين فما في اي بتر لل irregularity ال B-Waves absent لو تلاحظوا ما في B-Wave يعني ما في clear B-Wave هذي ايش بنسميها هذي الحاجات اللي هنا بنسميها اللي هو baseline بيكون chaotic أو فوضوي يعني ما في حاجة واضحة لا T-Wave ولا B-Wave فهذي عادة بتشوفوه في Atrial Fibrillation بالشكل هذا يكون فما في B-Wave واضحة فهذا الشيء برضو يدعم انه Atrial Fibrillation الBR ما اقدر حددها لأنه ما في B-Wave والQRS duration يعني ما بس انها في range طبيعي يعني وتقريبا one two small boxes ما اهم حاجة انه هذا Atrial Fibrillation بل Atrial Fibrillation Very easy يعني هذا اول abnormality اذا حين اتكلم لكم عنها او اعطيكم مثال عليها لازم تكونوا عارفين ها اللي ما هي واضحة معاه يشوف ECG يعني يبحث كده في Google ويشوف ECG يعني حيتصير الموضوع اسهل بالنسبة له او ممكن تشوفوا في MCQ حق السنوات اللي راحت هتلاعبوا في ECG Fib بتشوفوا كيف يجي فهذه النقطة مهمة طيب بعد كده عندنا اول حاجة خلينا نحسب الrate هنا الrate هنا تقريبا حيكون 75 70 ليش لانه 4 large boxes 300 على 4 تقريبا 75 فهذه حتكون يعني الrate normal حيكون طيب نيجي للريدم أو regularity it's regular زي ما انتو شايفين number of large boxes متساوي between each Q or S complex وال ثاني فهذا regular 70 خلاص هنا انت سويت نص على فكرة لو كان في OSCE في المستقبل يعني وجابو لكم ECG لما تقول هذي النقطتين ترى انت أخذ جزء كبير من درجة الأهم حاجة يعني لو كان OSCE تقول أولا انتظر ID of the patient وال MR رقم المريض عشان اتأكد اني ماني قاعدة أقرأ ECG حد مريض ثاني بعد كده الrate وال regularity بعد كده نقول الأبنورماليتي أي كانت يعني فهذا الأبروش كان في OSCE كنت حاشر أخذ الشكل لو كان في OSCE فهنا الكارديو شرحت لكم اللي بتكون واضحة يعني هذا ما يحتاج ان يكون عنده تاكي كاردي عشان اقول انه فهنا الPR ما أقدر أحددها الفلتر ويف هذي ما بنسميها بي ويف يعني هذي ما أقدر أسميها بي ويف ولا أقدر أحسب الPR لأنها حاجة مختلفة بنسميها فلتر ويف أو السو تو بي ويف فور فور الس يعني وقلنا هذي التي ويف هذي اللي هنا التي ويف ويف أو ثري ويف الفلتر ويف قبل الفلتر ويف ف ف this is abnormal عشان كده قلت لكم لما تمشوا بالشكل اللي مشينا عليه أو السيبس هذي you will not miss anything يعني هذي واحدة من الابنورمالي البي ويف إنها بتكون فهذي على طول فكروا لما تكون بالشكل هذا اللي انتو شايفينه ويعني شوفوا أمثلة عليها هتوضح معكم أكتر this is immediately هنقول إنه هذا atrial flutter QRS duration is the same ما تحمينا أهم حاجة إنه هنا الدياجنوست هيكون atrial flutter atrial flutter تاكيكارديا بس again قلت لكم خاصة في الاثرب لا تحتمدوا كثير على التاكيكارديا السوبر ventricular تاكيكارديا يوجو للبشي يكون عنده تاكيكارديا بحين هنشوفها لكن الفلتر وال atrial fibrillation يعني عادة يعني ممكن يكون كده وممكن يكون كده فلا تعتمدوا على هذا النقطة مرة مهم ده الشي أهم حاجة إنكم تشوفوا الابيررس نفسه البي وي هي هي اللي تخليك تشخص atrial flutter وال atrial fibrillation طيب نشوف ال-ACG هذا في البداية كان normal لو تلاحظوا أول حاجة كان regular rhythm difference between HQRS complex والثاني is equal بعد كده بدأ يتغير صار فيه هنا بتن جديد لو تلاحظوا هذا البتن إيش شرحنا قبل كده هذي بنسميها supraventricular tachycardia طيب ليش هنا كان normal لما بنصيد supraventricular tachycardia لما بنصيد ها كده يعني يكون normal وفجأة أشوفها في ECG بدامي يعني بدايتها أصيد بدايتها هذي بنسميها baroxysmal supraventricular tachycardia الbaroxysmal ما هي مهمة ما هو مهم تعرف وتفرقوا بين baroxysmal والتانية هي نفس الشي أصلا بس اللي همني إنكم تعرف SVT SVT مرة مهمة يعني في l-atria tachycardia عندنا atrial flutter atrial fibrillation والSVT supraventricular tachycardia لازم تخرج من محاضرة ECG وإنتوا عارفين how to diagnose it يعني you can detect it أول حاجة خلينا نحسب الرات هنا كان تقريبا كان يعني 145 صار 140 لو تلاحظوا صار two large boxes يعني 300 على 2 150 فالرات عندي هنا تقريبا 150 كان 74 صار 140 أو صار tachycardia فأنا ما يهم لدى الجزء أباكم تركزوا على دى الجزء يعني هنا الرات عندنا 148 regular نفس الشي لو تلاحظوا ما بين QRS complex وهذا الشي characteristic هذا ما في B-Waves هذي مرة نقطة مهمة هنا لو تلاحظوا T-Wave QRS complex T-Wave QRS complex فما نشايف أي B-Waves فهذا على طول هنا أقول يعني 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 this patient has tachycardia with regular rhythm and no B-Waves هذي على طول supraventricular tachycardia أحفظوها زي اسمه وشوفو أمثل عليها مرة مهمة لما ما في B-Waves والريدم يكون irregular هذي سمينا atrial fibrillation لما يكون ما في B-Waves وال patient يكون regular rhythm هذي بنسميها supraventricular tachycardia it's very easy يعني طبعا الBR interval ما هنقدر أحسبها هنا لأنه ما في B-Waves زي ما قلنا زي قبل شوية في ال-atrial flutter والQRS duration ما هي مهمة فهذه براكسيزما supraventricular هذي هي سميناها براكسيزما لأنه صدناها هنا وقت بدايتها فلما بنشوفها فكده بدايتها بنسميها براكسيزما supraventricular لكن لو من بداية strip rhythm شفناها بالشكل هذا بنسميها supraventricular tachycardia فهذه مرة مهمة وحتى المنجمي تحقتها شرحت لكم قبل كده مهمة في الاختبار الهي أو مهمة الاختبار الكلية إنه دائما أبدأ بال stable or unstable إذا unstable أسوي لكارديو إذا كان فهذه supraventricular tachycardia يعني عندكم لين دحين الكلام الكثير هذا كله 3 abnormalities تحفظوها وتسجلوها عندكم حتى اللي حيختبر اختبار الهيئة هذا المهم في الاختبار ما حتخرج إن شاء الله عن هذه الحاجات AFib atrial flutter supraventricular tachycardia هذي لازم يعني متأكد موجودة في الobjectives حققتكم نيجي للventricular very easy عشان كده قلت لكم QRS duration is not important لأنه حتشوفوا الفرد بحين كيف لما يكون QRS complex wide ventricular tachycardia والfibrillation ممكن تيجيكم بس عمرهم ما جابوها ليش ممكن يجيبوا ventricular tachycardia لأنها very easy هذي ventricular tachycardia شايفين QRS complex كيف wide مقارنة بالشكل اللي كان في يعني هنا QRS complex definitely more than يعني لو بنحسب ومن هنا الهنا احنا قلنا three small boxes هنا تقريبا six or seven فهذا wide QRS complex واضح جدا يعني هذي على طول ventricular tachycardia لو تلاحظوا عادة عادة مو دائمة بس عادة بيكون تكون regular بس لا تعتمدوا على ذلك الشيء بعض الحيان تكون irregular ventricular tachycardia بس أهم شي عندي هنا طبعا الريت كيف أحسب نفس الشيء مندي one large box عندها يعني واحد ونص تقريبا يعني هذي دائمة تاكيcardia ممكن يكون 200 في هذا الرانج الريت فمن 150 إلى 200 فهنا يعني 160 زي ما أنتو شايفين لو حسبنا الرات يعني يحسب 300 على واحد ونص ال regularity regular زي ما أنتو شايفين الـ difference between HQRS complex والتاني حتى لو كان الدياجنوز واضح زي كده في الاختبارات العملية لازم أمشي بهذا الـ approach عشان كده شرحت لكم هذي الطريقة الصح اللي أقرأ l-ECG خاصة first two steps هذي يعني very essential ما ينفع أقرأ l-ECG بدون ما أمشي بهذا الشكل وفي نطقة ثانية اللي هي l-access حتشرح لكم في الأخير يعني مية مرة مهمة بس برضو الأفضل أنه أعلق على l-access لأنها very easy يعني والـ QRS very wide more than point 12 يعني 12 يعني قلنا إيه three small boxes لأنه الواحد بأربعة فأربعة بثلاثة بتنعش فهينا definitely يعني لو تلاحظوا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تقريبا فهذه هتكون ventricular tachycardia هذي رابع diagnosis لازم تكونوا عارفينه في l-ECG من l-ECG المهمة يعني سنتان يظن هم معانا بحضرين معانا ترى يعني الحاجات هذي very easy حنشرح الحاجات اللي تهمك إن شاء الله في الأخير حدث l-MI بس برضو الأفضل هذي الحاجات إذا إكسبوز لها من بدري حتسهل عليكم قدام يعني فالأفضل إنه يعني إذا في إذا فيمتوهم الدحين حتسهل عليكم قدام حترتاه ف بس ما ما توقع يسألوكم فيها بس definitely في الاختبار الهيئة وفي اختبارات الكلينيكل يعني هذي من الحاجات الكمو المتقدر طبعا تشوف أي ما في لك ويكون إرغولار لإرغولار طبعا هذا لو شكتوا البشينت خلاص حيدخل في الرست يعني needs immediate defibrillation هذا ventricular fibrillation تمام فهذا عمرهم ما جابوا لأنه يعني واضح جدا يعني بيكون بالشكل هذا ECG يعني very clear أنه ما في أي بتر ولا في أي identifiable لا B-wave ولا T-wave والQRS complex يعني بيكون بالشكل اللي انتو شايفينه طيب كده احنا خلصنا التاكي الرhythmية الخمسة حاجات اللي قلت لكم هي atrial fibrillation atrial flutter superventricular tachycardia وال ventricular fibrillation وال ventricular tachycardia هذي الخمسة إذا مشيتوا بالسيستم اللي قلت لكم هو أن تشوف ال-rate تشوف ال-rhythm تشوف ال-B-waves الثلاثة حاجات هذي بس you will not miss the diagnosis في الخمسة اللي قلتها لكم اللي هي tachycardia أو tachycardia طيب نيجي لل bradycardia وشرحتها قبل كثير يعني it's very easy bradycardia كلها بتدور حولينا ال-pr interval اللي شرحتها برضو قبل شوية لكم المفترض إنها تكون ما يهم من إذا رقم ومهم شي تعرف إنها من three to five small squares أو small boxes فمتها قلنا إذا كانت more than five small أو ال-five small هذي equal to one large square فأنتوا تشوفوها دائما إذا كانت more than one large square خلاص هذي تحسبوا من بداية ال-B-wave إلى بداية ال-QRS complex من بداية ال-B-wave لل-QRS complex إذا لقيتوها أكتر من one large box أو five small على طول هنا قل إنه هذا البش عنده A-V block heart block بنسميه فهذي دائما مهمة طبعا الفيرس degree heart block زي ما شرحت لكم دابل كده إنه بكم ما في أي abnormality إلا أن ال-B-R interval prolonged لو تلاحظوا شوفوا هنا من بداية ال-B-wave إلى بداية ال-QRS complex نحسبها one two three four five six زادت بوحدة بس صارت ستة فهذي على طول هنا أقول إنه this is first degree heart block ما عمرهم ما حد حيقول لك في الدنيا أحسب لي هي كم بال-second ما هو مهم ذالشي لكن يهمني إنه تمشوا دائما بالله عشان كده لكم أول سلايد مرة مهم إنه تعرفوا تحسبوها بال- small أو بال- large boxes وأنا عادة أنا أمشي بال- large squares أسهل ويعني هي نفس الشي فلو كانت موردن one large على طول هذا الباشر عنده first degree heart block second degree نفس الشي بيكون في prolonged بر انت بس الفرق دائما إنه ما في إيش QRS complex مع ال-B-wave عشان كده هاد النقطة المهمة برضو لما تمشي systemic ما حتقوت هل كل B-wave معاها QRS complex ولا لا ففي هذه الحالة هنا لا ما في QRS complex لو تلاحظوا يعني this B-wave has a QRS complex this B-wave has a QRS complex this B-wave في dropped the QRS complex ما في برضو T-wave يعني صار في non-conduction لل- action potential 2nd degree heart block وعادة ال- prolongation بكل progressive لو تلاحظوا بيكون 4 يعني هنا كانت normal لو تلاحظوا هنا صارت 8 بعد كده صار drop the QRS complex ونبدأ من جديد فهذا بنسميه mobits 1 أو mobits type 1 اللي هو 2nd degree heart block mobits type 1 بيكون في drop the QRS complex وprolong PR interval بتكون لو تلاحظوا هنا تقريبا 8 small squares فهذا 2nd degree هذا برضو مهم 1st degree 2nd degree mobits type 1 does not require any type of management management observation وهذا المسكيوز اللي عادة بتيجي أو المسكيوز عادة يجي بهذا الشكل فهذه مرة مهمة ولازم تكونوا عارفين يعني بسرعة تقريبها خاصة لو كان فيه وقت محدد على السؤال على طول تشوف الخيارات إذا فيها heart block على طول روحوا للBR وحسبوا small boxes لقيتوها أكتر من خمسة على طول this is heart block هل هو mobits type 1 ولا first degree إذا فيه drop the QRS complex هذا على طول mobits type 1 observation doesn't require treatment ونفس الشيء هذا observation ما يحتاج treatment طيب نيجي للموبits type 2 الموبits type 2 بتشوف بيكون واضح إنه drop the QRS complex بالشكل هذا طيب عندنا هنا لو تلاحظوا PR interval أبغى أشوف لو حسبنا PR interval it's not prolonged تقريبا هنا يعني تقريبا هنا five small squares فما في prolonged PR interval within normal بتكون بالسلباش إنه يكون عنده the QRS complex و repetitive يعني بشكل متكرر وتلاحظ إنه تكون irregular rhythm على فكرة يعني حسبنا rate هنا حيكون brady card لو حسبنا هنا حيكون normal brady card بالشكل هذا لأنه لأنه هنا عندي drop the QRS complex فصار في difference كبير ما بين both beats فهذا يعني برضو هذا لازم you need to practice لأنه هذا اللي عادة بيجيبوه في الأسئلة Mopets type 2 هو اللي يفتكر عد علي المن يجملت هذا يحتاج placement of pacemaker تمام ولو كان patient symptomatic نعطيه atropine إذا كان symptomatic أو unstable atropine if unresponsive placement of temporary pacemaker لكن لو كان stable وما عنده أي symptoms ولا عنده أي حاجة placement of pacemaker بس ماهو الآن ماني مستعجل عليه يعني قدام لأنه ما عنده أي symptom بس أكيد أني ما أتركه observation كده وأسيبه زي كده بس فهذه النقطة مهمة ومهم أنه تعرف أنه drop the QRS complex بدون prolonged PR interval is type 2 second degree آخر حاجة لو تلاحظوا أهم حاجة هنا أحسب الرate لو حسبت الرate هنا حيكون 30 40 في هذا الرange يعني ما بين each QRS complex والتاني تقريبا هنا 10 large squares فهذه النقطة الأولى مجرد ما تشوف برادي كاردي يفكر في الهارت بلوك على طول بس أهم حاجة هنا هل في B-Wave و each QRS complex لا في B-Wave وما بعدها QRS complex شايفين هنا الشكل هذا وهنا نفس الشيء هذي في بعدها QRS complex لكن هذي ما في بعدها وهنا نفس الشيء فلما أشوف multiple B-Waves وعدد QRS complex أقل من عدد B-Waves على طول هنا أعرف أنه هذا third degree heart block على طول تكون management placement permanent pacemaker فهذا يعني برضو وانه في easy ECG لو شفته أمثلة عليه وبرضو بيسألوا عليه في الكلية وفي اختبار الهيئة هذا من أكتر الحاجات اللي كانوا بيجي في اختبار الهيئة لما يجيبوا السؤال في heart block عادة يكون third degree heart block طيب نجي للأكسس احنا خلصنا البرديكارديا والتكيكارديا الأكسس ما قلت شرحتها قبل كده بس مهم انكم تتفهم القنسب يعني او ايش المقصود بالأكسس الQRS complex أكسس نورملي بيكون ما بين من 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 30 إلى 90 يعني فهذا فالأكسس المقصود بالQRS معناته أن السيقنال اللي تتركز للأكسس أو الأكسس بيقراها بتكون في الاتجاه اللي يعني لو حسبنا وزن هاي حيكون متركز أغلبه في هذه الجهة شايفين هنا في هذا الجهة أو في هذه المنطقة بيكون تركز فعادة السيقنال بتكون متوجه أغلبها في هذا الاتجاه فهذا هو الQRS المقصود في أنه يعني بيكون عادة في هذا النقطة المهمة اللي بغاكم تعرفوها أنه لما بيكون في يعني في هنا في هادة الجهة حيصير الأكسز ايش بالشكل هذا حيصير من 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 هنا في هذه المنطقة حيصير ليش لأن الوزن صار في هادة المنطقة فحيسحب ال السيقنال لهذا الاتجاه تمام هو هذا المقصود وهذا الهدف من الأكسز يعني الأكسز دبياشن له أسباب كثيرة بس أهمها يعني أنا بمجرد ما أشوف الأكسز على الطول أفكر إنه هذا الاتجاه عنده يعني التغير لأنه في والعكس نفس الشيء لو كان إيش لو كان من يعني من هنا إلى هنا إلى هذا المنطقة فهذا بسبب أنه فهذا بنسمي فهي يعني هذي النقطة بس عشان تعرفوا إيش معنى أكسز ما تكونوا كده عيمين بس بنقرأ الأكسز ومحنا عارفين إيش الفكرة يعني الفكرة إنه بتديني فكرة توزيع السيقنل فين بيكون في أي اتجاه طبيعي إنه يكون من ما نسترتي لي 90 إذا صار في إلارج طيب نجي للنقطة المهمة طبعا السيقنل الرايت أكسز هذا أصحب عليه ما هو مهم النقطة هذي ما حتعدي عليكم في حيات وهذي ما هي مهمة السيقنل الرايت أكسز ديفيش اللي همني هذي 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 بنسميها دائما أشوف الـ دائما وفي lead 1 وفي lead 2 إذا كان الـ qrs complex على فوق في lead 1 وعلى فوق في lead 2 هذا normal access هذا الطبيعي على طول أقول إنه هذا normal access إذا لقيت الـ qrs complex على فوق في lead 1 لكنه negative signal أو على تحت في lead 2 هذا left access deviation وإذا العكس إذا كان الـ qrs complex على تحت في lead 1 وعلى فوق في lead 2 يعني المقصود بـ positive هذي إنه بيكون على فوق راحين تشوفوا في الأمثلة يوضح لكم يعني شوفوا هنا شوف ورقة l-e-c-g it's very easy عشان كده الـ access يعني لما تقرأ سهلة مع rate و rhythm يعني لما أجي أقرأ هنا l-e-c-g هذا أشوف rate مثلا 1 2 3 4 تقريبا 75 regular rhythm وأشوف l-q-r-s complex هنا شايفين l-q-r-s complex على فوق أو positive في lead 1 negative في lead 2 اللي يكون positive في lead 1 negative في lead 2 هذا بنسميه left axis deviation طيب يعني هنا l-q-r-s positive في lead 1 فاهمين إش الفكرة positive positive يعني signal على فوق طالع أو l-q-r-s complex pointed upward فهذه معناته النور طيب لو كانت الاثنين على فوق هذا normal فلما تكون الاثنين positive هذا بيسموها تمبر يعني الإصبعين بتكون ok k-sign كده فهذه normal access لو كان positive في lead 1 لكنه negative في lead 2 هذا left axis deviation طيب خلينا نشوف هنا هذا برضو left axis deviation ليه لأنه QRS complex على فوق في lead 1 في lead 2 على تحت ما لكم في lead 3 ما هو مهم في l-f-f بعض الحيان هم يشوفوها برضو هنا بس هم شي lead 2 هو اللي reflect كل حاجة إذا تلاحظو QRS complex هنا is negative لكن هنا positive بالعكس فلما يكون negative في lead 1 positive في lead 2 هذا بنسميه right access deviation فهي يعني شغلة جدا بس أنت بس بتشوف اتجاه ال-QRS complex وعلى أساس بتحدد ال- patient هدا عنده left access فهنا QRS complex is down وش تمام هذا حاجة عند R wave هي اللي تحدد مش Q تشوف R wave هدا اللي على تحت فهنا negative وهنا positive فهدي على طول right access deviation فهذا باختصار بحين هنبدأ في آخر نقطة ST segment بس إن شاء الله أن تكون وضحة بالنسبة لكم إذا يحتاج عيدة كتبولي في الشات لأنه يعني هذي نقطة مهمة لما تقرأ دائما بيركزوا نقطة rate rhythm access بعد كده قل لي إيش الابنورماليتي اللي أنت شايفها فالأكسس دائما بالشكل هذا بس في MCQ صراحة ما هي مهمة النقطة هذي ما هي ما تحتاج منها حين حني في اللقاط اللي بيركزوا أكتر شي في MCQ الحاجات المهمة زي ما قلت لكم الخمسة حاجات اللي في البيت اللي هي etrial flutter etrial fibrillation والsupra ventricular tachycardia ventricular tachycardia وال ventricular fibrillation الheart block ونيجي دحين لأهم حاجة طبعا هذي هذي 100% حيسألوكم فيها طبعا في كل حاجة سواء حتى سنة ثانية بيسألوهم في ST elevation والST depression فالST segment ما بين يكون end of QRS complex وبداية التي عشان تفتكروها دائما الinterval الinterval بتكون included فيها الweives لكن السيجمنت لا السيجمنت بتكون بس مسافة ما بين ويب والتانية ما هي included فيها الweives فالسيجمنت من نهاية الQRS complex الST segment إلى بداية التي هذا السيجمنت مرة مفترض أن يكون isoelectric line يعني لا بيكون elevated ولا بيكون depressed يكون في نفس line طبع l-e-c-g في نفس اللine لا يكون depressed ولا يكون elevated بالأبنورماليتي أول حاجة حنيجي الاستي elevation أو الاستيمي 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 بعد كده حنشوف البريكارديتس والأبنورماليتي فالأبنورماليتي 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 بيكون 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 elevation في مجرد ما نشوفه أول differential نفكر فيه ST elevation MI خلينا نشوف الأمثلة يعني سهل جداً بيكون واضح بس برضو مهم منه ما نلخبط فيه حاجات مهمة عشان أقول أنه المريض عنده MI لازم ST segment elevation يكون more than one small box يعني ما ينفع يكون one small box بس less than one small box أو one small box أقول أنه هذي similar وعادة ما نيجي يكون بالشكل كده واضح يعني عادة MI ما تسبب ST elevation كده اللي يادوبك تشوك ولا بيكون ST elevation بالشكل اللي انتو شايفينه ف لازم يكون كمان في two leads يعني هنا عندنا V2 V3 V4 V5 تقريبا ف هنا definitely this patient هم يعني it's very easy إني أطلعوا بالشكل هذا فما بيسألوا بداي الشكل زي ما داوما بيقول لكم هي يسألوا هذي anterior MI ولا inferior ولا lateral هذي ثلاثة أو يسألوا إيش الارتري involved ففي anterior MI زي ما انتم عارفين left anterior descending artery left anterior descending artery بمجرد ما تشوفوا ST elevation في V2 و V3 و V4 و mainly V3 و V4 هذي anterior mycardial infarction هنا تقريبا يعني ما يمكن one small box فما يعتبر يعني ST elevation في V5 لكن أهم حاجة زي ما انتم شايفين يعني very very mild elevation هنا فأهم حاجة أنه this patient has anterior MI ممكن نقول anterior septal lateral MI بحين هنشوف الليد حقتها هنتكلم عنها فالانتير mycardial infarction من V1 لV4 إذا PST elevation في هذي الليد هذي anterior mycardial infarction وال arteries involved هذي الحاجات اللي بيسألوكم فيها يقول لكم إيش الارتري يعطيك الACG يقول لك إيش الارتري involved left anterior descending artery أو بيسألو what type of MI anterior mycardial infarction ما يكفيني أقول بس النormality لازم نحدد إيش which wall involved فهنا anterior wall فزي ما أنتو شايفين من V1 لV4 هذي anterior wall الbrecordial leads هذي المبلي ما لها أي رول هنا في anterior MI بس V1 through V4 فهذي ال4 leads طيب زي ما أنتو شايفين هنا أهم حاجة عندي more than one small box هذي أهم شي or more than one millimeter زي ما أنتو شايفين في V1 V2 V3 فهذا definitely anterior وممكن نسميها anterior سبتل طيب هذي النقطة مهمة لو في الاختيارات كانوا بس حطي لكم anterior inferior مثلا lateral تختاروا anterior لكن لو كان في الخيارات anterior وانتير سبتل هنا نختار anterior سبتل ليش؟ لأنه V1 وV2 هي اللي ربريزينت السبتم اللي هو السبتم ما بين سبتل فمجرد في V1 وV2 لو في الخيارات anterior سبتل نختاره على طول هو الخيار السبتل بس بعض الاحيان يجيبوه بعض الاحيان ما يجيبوه على حسب بس أنا بقول لكم هي لأنه مهمة يعني حيصووها في الكلية ممكن يجيبوا أسئلة زي كده إنه لا تختاروا انتيريور ليش لأنه V1 وV2 ميل السبتم وعنده كمان في V3 وV4 فهذه انتيريور سبتل مآي طيب زي منتوا شايفين هذا الانتيريور بوشن سبلاي باللفت انتيريور ديس 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 اللفت أو اللتر بوشن ضحين هنتكلم عنه فهذه اللتر الامآي اللتر الامآي is represented by lead 1 من الليمب ليد عندنا lead 1 لأنه زي ما تشايفين lateral في هاد المنطقة وال AVL عشان lateral عشان نفتكرها AVL وبرضو في lateral side أو في left side وV5 وV6 زي ما تشايفين كلها جهة left side عشان كده lateral wall أو wall in the left side وال artery involved اللي هو اللي هو lateral circumference artery فبمجرد ما يقول يجب لكم ST elevation في V5 V6 أو lead 1 AVL يعني شوفوا هنا المثال أنا قاسة جبت المثال هنا عشان يعني لو تلاحظوا هنا الباشن عنده ST elevation في lead 1 و AVL لكن V5 وV6 ما فيها ST elevation فما يحتاج أحتاج 2 leads أهم حاجة 2 leads تكون فيها ST elevation عشان أقول أنه هذا الباشن عنده ST lateral wall MI ما يحتاج تدور فيها كلها نفس الشيء في مجرد ما ألاقي ST elevation مثلا في V2 V3 ما أحتاج أن أشوف ST elevation في anterior leads أو lateral leads فهذا الباشن عنده ST elevation فهذا وإيش اللي support diagnosis عشان ما أفكر في بريكار دايتس والحاجات الثانية لو تلاحظوا تتكملوا الـ ECG في دائما إيش ST depression شايفين ST depression هنا هذا المفروض أنه هنا ST segment شايفين فين تحت نازل فهذا بنسميها تحصل عادة بتحصل في My Cardial Infarction في الليدز اللي يعني بتقابل lateral leads اللي inferior leads بعض الحالة ونفس الشي في anterior عادة لما تشوفوا فإنتم لو شاكين لو كنت شاك لسه مآي وخايف إنه يكون مثلا في دفرنشيل ثاني بحطولكم موقع سبب ثاني من أسباب ST elevation بمجرد ما تشوف ST دفرنشيل اللي الريسيبريكال تشينجز في ال other leads على طول تطمن distance definitely يعني بيكون في elevation في جهة يقابل ST depression في الجهة الثانية هنا تطمن distance definitely lateral MI فهذه lateral My Cardial Infarction inferior My Cardial Infarction زي من تشايفين في inferior wall اللي في الأسفل فحيكون lead 2 و lead 3 برضو هذي الاثنين و AVF أما ال pre-cordial leads ما لها أي رول هنا ولا بتساعدنا في inferior My Cardial Infarction فدائما بنشوف الثلاثة هذي أو L L shaped وهذي أكتر شي يجيبوه لأنها هي المست common يعني لو أحد سألكم what is the most common type of MI inferior wall MI هي أكتر My Cardial Infarction بتحصل دائما دائما في اختبارات الكلية قناتية اللي بتجي بيكون الpatient عنده elevation في lead 2 lead 3 و AVF هذا AVF وشايفين هذا اللي أول أقول لكم عليه اللي هو lead 2 دائما اللي بيجيبوه كامل هذا اللي تحسب ه rate وتحسب ه rhythm و كل حاجة في lead هذا ليش لأنه اللي بيعطوكم هو كامل بيكون تحت في الأسفل يعني لأنه تحتاج اللي هو strip كامل تحسب في rate وتحسب ما تكفي اللي هي هذي طيب لو بنشوف هنا أنا نسيت كنت بيعطي أمثلة على axis ونسيت في ECG اللي فاتت يعني لو هنا بشوف axis هنا normal ليش لأنه QRS complex هنا على فوق وهنا positive برضو فهذه الاثنين على فوق this is normal axis كان positive هنا negative هنا هذا left axis كان negative في lead 1 لكن positive في lead 2 this is right axis deviation what is the most likely abnormality right ventricular hypertrophy أو إذا كان left axis deviation left ventricular hypertrophy فهذه المعلومة مهمة برضو سكونوا عارفينها طيب طيب لما النيجي يكون البيش عنده ST elevation في V2 V3 V4 وحتى V5 هنا في ST elevation برضو لو تلاحظوا more than two small boxes فمجرد ما شوف هذا حتى هنا في ABL لو تلاحظوا شايفين هذا وهذا ترى زي كده بتيجي خاصة حق اختبار تقريبا زي هذي بتكون تحتاج كده تلص وجه في الشاشة عشان تشوف الأبنورماليتي بعض الحيان بس AVL في مال ST elevation وبرضو هنا لما يكون بهذا الشكل هذي بنسميها anterior letter mi ليش لأنه wall وال letter wall بعض الحيان برضو ممكن anterior inferior mi فنتبه لهذه النقطة الميوكار ال infunction بعض الحيان import more than one wall في يكون حط لك الخيارات anterior mi وتكون شوفت ST elevation في V2 V3 على طول تروح تختار anterior mi يكون في الخيارات anterior letter فاللي أبغى أوصل له دائما في أسئلة mi شوف كل الخيارات منتبه منتبه النقطة بعض الحين يكون الخيارات anterior septal بعض الحين يكون هو جواب الصح يروح عليك السؤال بسبب هذه النقطة فكانوا بيجيبوا كثير الفتكر الانتير septal mi طيب هنا في ST elevation في الانتيريور وفي lateral leads طيب الاستي depression ما هتكلم فيه بالتفصيل يعني الاستي depression one of the ECG marker for ischemia very clear لما بنشوف زي ما شفنا قبل شوية في الريسيبركال changes الاستي depression علامة انه في ischemia sub endocardial يعني half the thickness يعني مو transmural ischemia the whole cardiac wall لا جزء بس من ال cardiac wall فهذا بنسمي ST depression فهذا زي اللي بيصير في الانستي والانجينا وفي الن ST T elevation MI ومجرد ما تشوفو this is not ischemia انا متأكد انه ما ischemia لكن في احتمال انه هتكون البشنت لسه عنده ischemia فهذه ما هي من المهمة برضو هذي علامة myocardial ischemia تكون T wave inverted وبعض الاحيان ما يكون في اي abnormality في ال ECNG الا inverted T wave وعلى اساس اقول انه المريض عنده myocardial ischemia هذي الاسchemia ممكن انها تكون non st elevation MI ممكن انها تكون unstable angina unlike انها تكون st elevation او لانه ما عنده st elevation فما اقدر اقول لكن ممكن تكون unstable angina او non stemic ليش لانه عنده inverted T wave فلما انتقلوا ECG دائما بعد ما تخلص من rate يعني لو كنت ضايع امشي systemic rate rhythm بعد كده امسكها wave wave كل واحدة شوف B wave LBR interval وبرضو T wave مهمة اذا كانت inverted مو لازم في كل ال leads يعني ممكن في inferior leads زي ما انتو شايفين هنا في inferior leads عنده inverted T wave this is myocardial ischemic inferior wall او ischemic يعني the ischemic involving the inferior cardiac wall طيب نجي لهذه هذي مهمة في الاختبار الكلية اللي tinted T wave حطيت عليها مثالي لانها مره مهمة tinted T wave is very easy and very clear T wave بتصير كأنها QRS complex زي ما انتو شايفين بتكون sharp end ف بالتحديد تكون more than 10 mm يعني حسبنا تقريبا five small boxes فإذا كانت more than that this is tinted T wave this is hyper kalemia فكيف دائما بيجيب الاسئلة بيجيب patient فهذا one of the risk for hyper kalemia يقول لك هذا ECG لما ألاقي tinted T wave بالشكل هذا شايفين T wave fin واصلة يعني كأنها QRS complex أحلى طول هنا أقول إنها أحتاج أول management حتكون calcium gluconate إذا سألني what's your next step حتكون calcium gluconate ليش لأنه هذا patient عنده car changes secondary to ischemia فال hyper acute أو tall tinted T wave كأنها خيمة عشان كده يسموها tinted بتكون sharp T wave المفترض إنها تكون concave بس لما بتكون بالشكل هذا على طول فكروا في الhyber kalemia لو شفتوها بالشكل ده بداية بداية ممكن تكون بالشكل هذا بس يكون elevation عنده st elevation وعادة ما بنلحق بهذا الصورة على ما يجي المستشفى بتكون إيش صار T wave inverted بدل ما هي tall T wave بتكون inverted ومجرد ما تشوفوا T wave بالشكل هذا على طول hyperkalemia هذي واحدة من abnormalities مهمة مرة في الاختبار يعني إنكم تعرف باقي إذا حقيت الhyberkalemia ما هي مهمة أهم شي tinted T wave طيب شايفين هنا هذي جبتها قاصد كده less obvious أو less clear فخلينا نمسك كده ECG من البداية لو بقدر ECG عندي 4 large square ما بين QRS complex والثاني فهذا حيكون تقريبا 75 الرhythm regular أبشوف الaxis لو تلاحظوا QRS complex فوق في lead tube فهذا normal axis positive هنا وبositive هنا فهذا normal axis ما في deviation طيب أنا هنا خلصت الثلاثة حاجات الأساسية الB wave normal برضو بعد كده تشوفوا T wave يعني هنا very clear يعني ما هي زي اللي قبل شوية بس أوضح شيء في B3 لو تلاحظوا في B3 T wave is more clear than QRS complex يعني هذا اللي خليك تعرف انه tinted T wave لما أشوف انه T wave larger than شايفين هنا كيف على طول هذي بنسميها tall tinted T wave وهذي على طول hyper calent وهذا البشكل عنده normal sinus rhythm لكن عنده tall tinted T wave mainly in V2 V3 و V3 ف نتقبه دائما بهذه الأبرومانيتي لأنها مهمة تيجي عليها أسئلة الآخر حاجة الأكيوت بريكاردايتوس وهنا النقطة اللي بيلعو عليها السنة اللي فات تسألوهم فيها في سألوا دفعة 37 فيها مهم مرة تكونوا عارفين البيريكاردايتوس طلعوه ما تلخبطوها عن كيف أعرف البيريكاردايتوس وما ألخبطها مع ال MI هنا بيكون عندهم wide spread ST elevation يعني لما أجي أشوف مثلا الانفير وليز فيها ST elevation في lead 1 وليد 2 بعد كده عندنا في ST elevation في V4 في V5 وفي V6 فيعني هذا Diffuse is the elevation في lateral وال anterior وال inferior leans هذي مستحيل أنها تكون إمآن أبغى أتأكد زيادة وهذه النقطة مهمة عادة لما يشرح البيريكاردايتوس ما يركز عليها كثير بس أنا حتى السؤال من السنة اللي فاتت صراحة يعني عرفت البيريكاردايتوس بالشي هذا اللي هي البي R depression البي ر depression is very important للأسف كتير يعني ما إذا كنت شك إنها بريريكاردايتوس شوف البي R segment now البي R segment is different من البي R انت ربنا دائما الس segment البي wave ما تكون included يعني البي what is the most specific sign for acute brykarditis بي R depression المست common اللي بنشوف أكتر شي واللي مشهور wide spread st elevation هذا أكتر شي بنشوف لكن البي R depression يعني هو المست specific لما أشوف بي R depression بالشكل هذا يعني البي R تحت يعني هذا البي لكن البي R تحت لو تحد البي R segment is depressed here the breast تمام وهنا برضو very clear لو تلاحظوا the breast BR segment with st elevation this is على طول أقول أنه هذا البي عنده خاصة هنا أوضح شي في B4 لو تلاحظوا يعني the breast من baseline this is acute brykarditis يعني هذا لو كنت شكين دائما نشوف BR segment فهذا عنده في lateral wall وفي inferior wall وفي st elevation في كل مكان this is acute brykarditis شوف هذي كمان يعني هنا لو حسبنا الريت هيكون عنده sinus tachycardia one of the causes is acute brykarditis فهنا الريت لو بحسب 3 large boxes هيكون 300 على 3 تقريبا more than 100 هي لن أقل من 3 فهتكون more than 110 115 normal axis لو تلاحظوا لانه كوريس complex في الاثنين positive في lead one وفي lead two وبعد كده أشوف ال st elevation في wide spread هنا less clear يعني انتم عودوا نفسك دائما على الصور هذة اللي هتشوفوها بعض الحيان بس لما نتدقق بيكون more than one small box في st elevation في lead two وبرضو lead one very mild و lead three وال avf وال v4 و v5 يعني v6 not very clear ف يعني في wide spread st elevation واحد يقول ممكن ان يكون مثلا anterior lateral هذي mi بس مستحيلة هتكون anterior lateral و inferior الثلاثة كلها مستحيلة يعني هذي لو حصلت هتكون ف لما تلاقي st elevation في كل leeds بالشكل هذا فكروا على طول في acute bricarditis مع history اللي عباك هو برضو بيكون في close لما يكون known case of hypertension diabetes hyper chrystremia وبيكون عنده الage برضو يفرق لما يكون old age كمان بالاضافة لما يقول لك انه في PR depression يعني مو لازم فيها كلها يكون PR depression بس هنا واضح انه BR segment is depressed عن baseline يعني قلنا هذا baseline BR segment is depressed وفي يعني كمان ECG أوضح حتى هنا برضو depressed يكون نازل على تحت وبعد كده بيرجع لل baseline ف الBR depression دائما لو كنتوا شكين تشوفوا BR segment اللي هو من نهاية ال B wave لبداية QRS complex هتلاقو depressed من baseline خلاص هنا وقته وانت مغمد تختار وما هتشوف في اي تشخيص ثاني الحاجات المهمة المحاضرة هذي ما هيخرج لان تخلص اختبار الهيئة ما هيخرج عن الحاجات اللي قلت ها لكم والمحاضرة المسجلة ممكن ترجعولها فعارف ECG شوية بيطفش ويعني ما يعني ما ممكن يوضح من اول مرة بس ممكن ترجعوا لها وشوفوا اسئلة شوفوا الاسئلة اللي السنوات اللي فاتت او اسئلة الهيئة اللي حيدخلوا الاختبار حتمسك معاكم حتوضح الصورة يعني الحاجات هذي كلها حتصير واضحة ان شاء الله معكم ما هتواجه فيها اي مشكلة حاجات زي ال left or right ventricular hypertrophy هذي حتصدعكم وهي ما هتيجيكم اسئلة بيها المهمة heart block وال arrhythmia اللي قلت لكم عليها غير كده ان شاء الله ما حيخرجوا الاختبار عن دي الحاجات برضو ممكن اللي ما وضحت معهم يروحوا لهذه المصادر كويسة مرة خاصة بيكي مدكس في ال ECG يعني هيشرح اذا ما شرحت لكم كويس هيشرحوها هم احسن فان شاء الله منه تكون استفدته اللي عنده اي اسئلة ممكن يرسل لي هي احنا كده خلصنا اذا فيه اي سؤال او برضو منتقوا في الاسئلة مو واضح معاكم ممكن ترسلوه لهو وبالتوفيق اذا فيه اي سؤال ممكن ترسلوه في طيب فيه ناس بيقولوا عيب بس اذا احدد النقطة لانه كنت بشرح ما شفت في الثير دقري هارت بلوك بل بل بس ميك ديفيني بل بي هاد الفكرة عشان كده لازم انه يعني عشان كده اكتر شي سألو خاصة في اختبار الهيئة ما يبقى وقت اطلع جي بي الاو انت عارف تطلع 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 يعني الاشيال اليوم هنا هي اللي لازم اكون انا عارف اطلعها لما باشوف الاسي جي الريت بالريدم والاكسيس وبعد كده اشوف اذا في استي اليفيشن والاستي طيب اذا في اي اس الارسلون في الشات اعطيكم الراف جميعا طيب سلايد 46 بقيقة ايوه هنا هذي tall t-wave it's not st elevation يعني انا ما كنت بقى قلت لكم هي زيادة بس hyper can cause st elevation can cause st واحدة من ال differential فهنا في شوية st elevation بس لو شفنا st segment it's one small box لو شفت ها فهي it can cause عشان كده قلت لكم more than one small box عشان اقول انها وتكون in two leads مو في lead واحد هذا اللي very mild st elevation لكن لو تلاحظ واضح انه في tinted way يعني لو هذي MI المفترض انها inverted way بتكون more than one lead ما يكف اني اشوف st elevation في lead واحد حتى في practice قدام بعض الحيان حتشوف ECG تلاقي في st elevation بس lead واحد ما يكف اني اقول انه هذا ال لازم يكون two هنا اهم حاجة اهم abnormality واصلا السيناريو لما يجيب لك البشينت هذا ما هيكون عنده chest pain ولا يعني هيكون عنده بعض الحيان يسهلوها ويديك serum potassium اصلا في الكيس فهنا على طول تعرف ايش تدور انت بس لو ما اعطاك هو البشينت لما ما عنده chest pain او اي cardiac symptoms فكر في ال correlation بين السيناريو وبين l-e-c-g اللي قدامك بس one of the differential hyperkalemia ممكن نها تسبب st- elevation بس ما بيكون نفس الكريتيريا حق ال-mi طيب في سؤال ثاني ايوه صح زمان قلت الفرق بين defibrillation الفرق بين defibrillation وال cardioversion انه ال- 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 نفس ال- هي اشي سموها ال-wave او الشوك ايوه الشوك بتكون defibrillation بتكون انسينكرونيز ايش معنى دا الكلام معنى دا الكلام انه لما اعمل الشوك بتكون في اي وقت في الكاردياك سايكل ما يحتاج انها تكون في وقت محدد عكس الكارديو فيرجن الكارديو لازم نسينكرونيز ال-wave على الشوك حقتي اعطيها على ال- شوك يعني بعمل تايم ليش لاني لو ضربتها في اي مكان او يعني عملته الشوك مثلا على ال- وي و الكارديو ساكل حقته تب تي وي ممكن ادخله في defibrillation انا it's very dangerous يعني حاجة خطيرة عشان كده ما ينفع انه لازم تكون سينكرونيز هدف في ال- اللي هم عندهم atrial unstable afib unstable ventricular tachycardia with pulse الحاجات اللي لكن defibrillation ventricular fibrillation هم اصلا في ventricular fibrillation فما حقدر اسوي له حاجة worse يعني عشان كده تكون ال- في اي وقت unsynchronized في اي وقت في الكارديو ساكل اعمل الشوك ما يفرق اهم شي اللي ارجع لل فالفرق كده ما بينهم بسمبل انه هدي في الكارديو سنchronized في defibrillation في defibrillation بتكون unsynchronized يعني بأضرب الشوك في اي وقت في الكارديو ساكل حيث التربation ما يحتاج ان يكون في وقت معين او عمل لها time معين ال anterior وال anterior سيبتل بنفرق بينهم مت قلنا anterior اذا بس كان في V3 و V4 اذا كان في V1 و V2 كمان مع V3 و V4 هدي anterior سيبتل طيب بعض رحان يجيبو لكم في V1 و V2 وما يكون في صيرة السيبتل في الخيارات ما في غير anterior حتكون هي الجواب فأنا على حسب الخيارات اللي بدين هي الفكرة ان V1 و V2 لل سيبتل وبمجرد ما مفروض ان يكون في الخيارات سيبتل لكن لو كان في anterior سيبتل و في سيبتل في V1 و V2 هي الجواب الصح يعني V1 V2 هدي السيبتل V3 V4 هذي للانتير الو سيبتل 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 لا النقطة هذي مهم انكم توضح لكم انو هنراح طال T هنا الاستي بيكون دفرت لو تشوفوا الصور هنا الاستي الاستي شايفين فوق الاستي سيجمنت شايفين فانطالة بيكون الاستي يعني نفس السيجمنت هذة بيكون هاي اف ال هنا في الصور هذي لو تلاحظوا الاستي سيجمنت از كونيكت تتي واب عشان كده فيه الاستي بس هنا ما اقدر قول انو فيه الاستي 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 بس انها ما هي مهمة معاكم حاليا فانتم مهم انكم ي مع السيناريو لو كان الpatient عنده chest pain فكروا انو هذي الابنormality اللي شايفين هذي على فكرة hyper acute tall T wave هذي اللي شايفين بتستير في الاستي قلت لكم قبل شوية فهذي يعني هذي اللي شايفين هذي ممكن تكون ام ام ليش ما قلنا يعني حتى قلنا هين دفلت لات مور دان ون small box في ال V2 ف يعني في كريتيريا معين عشان اقول انو الpatient هذي عنده myocardial st elevation mi لازم تكون مور than one small box وتكون ده otherwise it's just st elevation مو tall T wave لا دنسمي st elevation it has many differentiated ممكن تكون barricarditis ممكن حاجات كثير مرة تسبب st elevation ترى من ضمنها الhypercalemia بس مع الclinical scenario ومع ECG نفسه برضو انو بس lead واحد و listen one small this is خلاص لا تفكروا في schemia وال mi هنا فكروا انو في abnormality تانية خاصة انو T wave زي ما انتو شايفين يعني taller than QRS complex 20 wave واللي جابوه كده يعني very clear انها hypercalemia هي اللي توصل T wave بالشكل دا يعني تمام بالنسبة للبروكسيزمة السوبر ventricular tachycardia لما اشوف بدايتها يعني لما يكون الpatient ECG حقه ماشي كويس تمام فجأة بتبدأ SVT هادي بنسميها baroxysmal baroxysmal يعني بدأت فجأة فهي تكون بالشكل هذا البروكسيزمة تيجي في أوقات وتروح تيجي وتروح فإذا يعني شفتك ال ECG حنسميها baroxysmal SVT بعض الحين نسوي ECG من بداية وتكون ما بنسميها proximal نتبه baroxysmal في فرق brooxysmal يعني فجأة ال proximal هي اللي بتكون في البداية أو proximal بالشكل دا فالكلمة فbaroxysmal SVT اللي هي بتكون بشكل مفاجئ أو فجأة يعني بنصيدها كده بس هي بداية ال ECG كان نورمال في سؤال هنا اللي هو 36 أقول الريس بروق بتساعد زي ما قلت لكم يعني هتا هنا اللي يعني شكين مثلا هنا ال MI قلت لكم تجي ب لو بيجيبوها لكم وال بيكون واضح بالشكل هذا اللي شايفينه هنا هنا زي كده بتيجي ما يجيبوها لكم زي ما انتم شاهدين يعني ما حتيجي هنا يعني ما حقدر قول انه أصلا في ST elevation الحاجة الثانية انه ما في برضو RISB changes مرة حستو أنت متأكد ما في RISB changes فهنا على طول تأكد انه elevation ده ما عنده MI ولا يبغى يعني diagnosis فهذا السيناريو اللي بيعطيك هو تمام DAS all ثاني طيب بالتوفيق ان شاء الله مفالكم على الدرجات ان شاء الله اختبارات سهلة و نشوفكم على خير ببن الله مع السلامة اشتركوا في القناة